اشتركوا في القناة اعجبنا مسرحية فضيحة وآه يدرب الزلق وسوبر اسطار وفي الدراما التلفزيونية برز ضمن احداث مسلسل سوق المقاصيس وشمس القوائل بالاضافة الى موهبته الغنائية وهذه انا اول مرة اسمعها اللي امتعنا بها عندما قدم لنا مويا مويا واسمر جنابو ضيفنا اليوم مشاهدين غني عن التعريف اذا عرفتو طبعا اذا ذكرت البسمة وخفت الظل وروحه الطيبة ذكرنا معانا الاسمر الممثل الجميل اسماعيل سرور الله سلمك مشكور اختي خليج على المقدمة الطيبة هذه وهذا اسماعيل سرور بس ما قلت اي تستاهل اسماعيل تستاهلين طيبة العاشية اسماعيل انا لاحظتك تيدي مرة سريعة طيبة قلبك تدش بسرعة يعني فعلا في ناس او ما تشوفهم تحس بطيبة قلبهم وبخفة روحهم يتحس انه خفيف على المكان الله يطولمش وهذا اللي شفته انا فيك بالبداية اول ما دخلت الله يطولمش الحمد لله هذا اول شي طبعا رضا من الله سبحانه وتعالى ورضا والدي وعلى قلت لقاي الله ذا حب احد من عبده يعني عبيده يحب بخلقه فيه وامانة الرصيدي الحقيقي اللي اكسبته من الوسط الفني وهو محبة الناس والله يدي منام عليه ان شاء الله ان شاء الله امين اكيد طبعا انا ودي ارجع معك شوية ورا نرجع ورا نرجع ورا انا نرجع ورا اوكي ذكرياتك اول عمل طبعا طلعك بصورة حقيقية واللي تعتبره انطلاقتك الحقيقية في مجالك الفني والله شوف اختي خديجة انا اعذر بكلمة تانا بدايتي بالمجال الفني ممكن قديمة ان الله تشذبني بالخمسة وثمانين او ستة وثمانين كنت في مجال الاستعراض ايام المشرح ما مسرح وكانت تحديدا مسرحية الشاطر حسن مع الاستاذ عبد الرحمان العقل واستاذ محمد جابر وكان ذاك الوقت الاخت الجميلة الفنانة استقلال احمد والفنان الراحل رحمة الله عليه الاستاذ كاظم كاظمج الله فكانت بداية مجال الاستعراض والدرجة نشغل استعراض مسرحيات اوه حدك قديم اسماعيل اي 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 قديم انا عبري توق انا فتحت عيني توق بدايتي يعني ما ادري عنك لا انا كان مجال الاستعراض ما استعراض مسرح ما مسرح اقدر اقول انطلاقة الفعلية أني أقول أن اسماعي سرور سار يعني قام يأخذ أدواره قام تحجع المسرح يسمونه فنان ناطب أو شغلة شذي مسرحية لن أعيش في جلباب زوجتي هذه من إنتاج مسرح الجزيرة تحليف الإستاذ الثائف وإنتاج الإستاذ محمد رشود وكان ذاك الوقت معاين طبعا أخوي وحبيبي الفنان النجم طارق عليك محمد أمس عليه بالخير يعني نكتا نكتا وكان معنا أيضا نجم عبد الناصر درويش وأخوي حسن البلام وزهرة عرفات كان في بداياتها زهرة عرفات كانت أول عمل تسرور لكويت وما وشذبني يستاذ الحمد سلمان يعني كوكبة هنا بدايتي كانت الفعلية أمانة في مشهد كان بسيط كان بيني وبين أخوي الفنان طارق علي عملت شغل تحط علي وحط عليك وشذي وهذا فعرض من العروض كان كنت ياي تنشينا أنا ياي العرض توني قاعد من النوم واسماء يسرور إذا قاعد من النوم أعطيني ساعتين لا تسلفين وياي بعد ساعتين يالله سولف أنزيل هذه كلها رحبة تعتبر لا مرحبة لا بالعيش قاعد من النوم فالمود عرفت هي برا المود يعني فأيهت العرض صار شد جديد بينه بين طارق اللي عقب المشهد هاته طبعا الصالة استغربوا يعني صار صار موضوع جوك صار مكتين صار فيك فطارق كان نقول لي عقب العرض قال لي إسماعيل اللي صار اليوم وثقة العرض اليهية آه أوكي يعني يصير صعب أنا أعتقد لأنه يكون موضوع ارتجالي بالضاء بالضاء صار ارتجال الموضوع فطارق يعني شافت جاوب الجمهور مع إسماعيل زين وبالنهاية صار الموضوع فقال لي طارق وثق الشغلة هذي عرض باجر صحيح يعني بدايتها إسماعيل خذ الثقة بنفسه قام يتكلم قام يأخذ حوارات والسلسلة تواكبت يعني من بعد سمونا جلبا بزوجتي أقوبها اللي يدري يدري كان معنا رحمة الوالي طبعا الفنان محمد راشد أقروق الله رحمه وقام يدروح الجنة وطبعا أستاذ طارق وحبيب دربي وتوأم روح يخوي شعبولة ثقيل الحجم خفيف الطينة شعبولة مساء الله بالخير أيضا والأخت ملعب مجيد وفضيل مبشر فننا في ظل مبشر وعتقل بعد مسرحيات 2000 طبعا مسرحيات 2000 هذي موضوع مسرحيات 2000 كانت أقبل لي يدري يدري هني كان أول تعامل نواف سالم الشمري بفروحة مساء الله بخير بفروحة 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 هنا كانت بدايتي أمانة كلنا بدأنا من مسرحيات 2000 عوذبا لك متانة أخوي فنان خالد أجارب أحمد يراج أحمد العنان أحمد الشمري فاضل فهد وأحمد يراج يعني ما شاء الله كلنا طلعنا كنا قروب واحد من الناس المسرحية اللي يدري يدري وما شاء الله كل من خذ دربة ما شاء الله عليهم الله وفقهم ما شاء الله كلهم حين نجوم ما شاء الله ما شاء الله عليهم فعلا وأعتقد أن لحظت كل هذه الانطلقة وبهالفترة هذه ما شاء الله يعني حسنا أخلاق عالية مثل أحمد إراج وغيرها وغيرها أي ناس أنا واجهتهم ما شاء الله فعين أخلاق هذه ما شاء الله عليهم طبعا هذا ينضاف إلى أخوي طارق العلي أمانة اللي يأخذ بيد الشباب هذه كلمة حق أقولها يعني الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى حق طارق العلي اللي عرف الجمهور أو عرف الناس في شيء اسمه اسماعي سرور مثل ما قبلي أخوي الفنان مشاري البلام سعود الشويعي والشباب اللي إن شاء الله مع طارق يعني فيه مرحلة من أربعة تسعين للوقت هذا فعلا أنا ودي أعرف عن عمل اسمه النوخذة وانت قاعد تحضرها حاليا ودي ندردش فيه نسأل فعلا النوخذة هذا إذا الله سهل إن شاء الله عمل راح يرى النور إن شاء الله في شهر لياي شهر ستة إن شاء الله طبعا مع أيضا توأم روحي راح يكون إن شاء الله على قناة سكوب إن شاء الله إذا الله وفقنا إن شاء الله يمكن هالي يحطون بروموشنا وشغلة شذي أساس إن هو تتكلم عن شنو؟ ما بحرق البرنامج متحفين يعني هل هو شوي يعني ما قولة هل كل واحد يقول ما بحرق ما بحرق وباختصار برنامج مسابقات حلو عرفت هي فإن شاء الله إن شاء الله وفقنا فيه إن شاء الله أو الدور يعني موضوك كله يعني شغل كله خارجي عرفت هي حلو يتخلط طبعا القفشات والأمور هذه والفهات وإن شاء الله بتشوفونا إن شاء الله إذا هذا سهل أكيد طبعا يا إسماعيل أنت متهم متهم؟ نعم والله ما سويت شيء متهم طبعا جدا متهم بالأعمال التلفزيونية الدراما التلفزيونية ومكثر من الأعمال المسرحية مقل بالأعمال التلفزيونية غزي نعم ومكثر من الأعمال المسرحية وليس؟ لا اتهامة شيء محلة الأعمال التلفزيونية أمانة أن أنا ما أشوف نفسي في الأعمال التلفزيونية لقيت نفسي أمانة أن ألقاها في السكتشات اللي هي المواقف الكوميدية هذه اللي بربع ساعة وعشرين دقيقة هذه الأمانة اللي يتميز فيها أخوي الفنان نواف سالم الشمر يمخرج مبدع في الأمور هذه أشوف نفسي في الأمور هذه التلفزيونية أعشق شيء اسمي مسرح أحب المسرح يمكن سيب التعود تعوّت على الروتين هذا الفنان بالنهاية الفنان فنان سواء كانت تلوزيون ولا مسرح ولا سريمة بالنهاية أنت قاعد تقدم شيء بس أحب المسرح لسبب المسرح أحس نفسي طير حر حلق في سماء الفن تشوفين ردت فيه تقنيل رأيكشن من الجمهور على خلاف التلفزيون التلفزيون تعالي يلا تيك وان تيك تو افلان راكورة غلط افلان افلان امثل تأخر يلا غير مشاهد تحول مكان ثاني فما احب النطر هذه يمكن بما انك انت عفوي وتحب الاجواء المريحة هاي السريع الخفيفة التلقائية اكثر فتفضل المسرح واللي قريبة من الجمهور بعدين بالنهاية المسرح ما اسمه بالفنون عبط سورة باللغة يبدأ الممثل في حشبة المسرح وبالاكسين ما شاء الله اخواني وزملائي ببسط الفن ما شاء الله بالتلوزيون ما شاء الله ممقسرين فيهم الخير والبروكة واحنا امتداد حق بعض سواء مسرح والتلوزيون وان شاء الله اذا مستقبل في توجه سينما فشيطي ليش لا اسماعيل عندنا تقرير المعدين او الاعداد خلالو حنشوفه خاص بك جدا يلا حنشوفه وين الصد لو ها نكتا نكتا ها 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 شونا بحكم مقدم بي كف مؤخرا الحين بقولك نكتا فضل والله تفضل ذرب انت ها ها يقولون ليدا سفيرس هاي جان سانايو تالي لاوي لي من كانت واما يو سانايو انا عرض لصيد ربيان واشان صيد ربيان انا تخصصي ام ربيان بعد مون ربيان ام ربيان ايه ليست ام ربيان قاعد طبختها وكلتها ايه زينها يا حلاس اعلوم ايه الربيان ايه انيب هذا العوي الميدار ايه هذا اللي عوي الاوي العوي اللي مثل صاحبك هذا هو معلش غلط ونحط في